قوة محدودة للحماية الرئاسية في قصر المعاشق بعاداً مقابل إعادة انتشار من جانب واحد للقوات الحكومية في محافظة أبيان مؤشرات على اتساع الخطى تنفيذاً لمباتى يعرف باتفاق مصفوفة الانسحابات العسكرية المتبادلة فقد باشرت لجنة عسكرية بقيادة ضباط سعوديين النزول إلى مدينة شقر الواقع إلى الشرق من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان وهناك أدار الضباط السعوديون اجتماعاً مشتركاً ضم من الجانب الحكومي قائد اللوى تسعة وثلاثين مدرع العميد عبدالله الصبيحي وقائد اللوى الثالث حماية الرئاسية العميد لؤية الزامكي ومدير عام شرطة أبيان العميد علي الكازمي ومن جانب المجلس الانتقالي قائد الحزام الأمني في محافظة لاحج العميد جلال الربيعي وفي تفاصيل ما توصل إليه الاجتماع المشترك دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى قصر المعاشق في عدن خلال ثمانية وأربعين ساعة من لحظة التوصل إلى هذا الاتفاق على أن تتمركز القوة الأساسية من اللوى الثالث حماية الرئاسية في معسكر العمري بمديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز الاتفاق قضى أيضاً بإعادة انتشار وتمركز قوات اللوى تسعة وثلاثين مدرع بين محافظتي أبيان والبيضاء ودخول قوة تابعة لأمن محافظة أبيان إلى زنجبار دون أن يتضح بعد ما إذا كانت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً ستنسحب من المدينة أملأ يأتي ذلك فيما لم ترشح معلومات حتى اللحظة بشأن إعادة انتشار القوات التابعة للمجلس الامتقالي في العاصمة المؤقتة أو انسحابها أو تجريدها من السلاح بالنظر إلى أولوية هذا الإجراء طبقاً لاتفاق الرياض معلومات منسوبة لمصدر عسكري لم يكشف عن هويته أفادت بأن لجنة عسكرية مشتركة بقيادة ضباط سعوديين نزلت بالتزام إلى معسكرات في مدينة عدن في مهمة تركزت حول حصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات والعربات المدرعة استعداداً لسحبها من مدينة عدن لكن لم يتسنى الحصول على تأكيدات بشأن هذا النبأ من مصدر رسمي حكومي وفي السياق ذاته أعلن محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو تسليم الأسر التابعين للانتقال على خلفية أحداث انقلاب العاشر من أغسطس إلى الجانب السعودي وفي المقابل لم يعلن الانتقال عن مبادرة مماثلة حتى الآن وضع كهذا يدعو إلى الاعتقاد بأن ما يجري حالياً يرتكز في الأساس على استجابة الجانب الحكومي والتي يبدو أنها تأتي على حساب كفاءة القوات التابعة لها في التعامل مع أحداث مشابهة كتلك التي جرت في أغسطس الماضي ولا يستبعد أن تحدث في أي لحظة خلال المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر